تسول تعاقب عليه القانون بالعقوبة ديله هي الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أولا حسب الفصل 326 يقول يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كان لديه وسائل تعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بعية وسيلة مشروعة ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان يعني يأتي ما دعاها ويما يجلس يعني هذه عاها يدعي أنه عنده عاها هو عنده حقيقة عاية إذا كانت عنده حقيقة عاها رمشي ظروفت شديد ما كانت وصلش للعقوبة لعام كانت بخفص شهر لكن إذا كانت عاها فيها الدعاء ثم تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه يعني اللي كيمشي يسلف لوليدة صغار أو كيكريهم أو كيشريهم أو شنو أسلوب اللي كيستعمل باش يكونوا معاه وليدة صغار اللي ما يكونوش ولادو ما يكونوش فروع ديالو إذن باش نتكلموا على التسول رخصنا نشوفها الضائرة الناحية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وخصنا نعالجوها أيضا الناحية القانونية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة